امتى نقول ان في فعلا مشكلة في كسر القامة وازاي الوالدين يقدروا يلاحظوا ده اه دي الحقيقة ده يعني حاجة مهمة جدا لان دي برضو احنا بناخدش بالنا منها يعني ضروري الام والاب يعرفوا بالزبط اول ما الطفل البيبي تولد هو طوله مناسب ولا لا ويتابعوا الطول ده تمام مع دكتور الاطفال او مع الصحة ولا حاجة عشان يقدروا يعرفوا بعد كده ابنهم مظبوط في الطول ولا لا تمام فاول ما البيبي بيتولد او الطفل بيتولد بيبقى طوله حوالي 50 سنتر تمام بيتول في السنة الاولانية لو الناس تقدر تكتب الارقام دي اه هيقدروا يعرفوا بالزبط المشكلة فيها يعني يا ريت المشاهدين يكونوا معنا وفعلا يتابعوا ويقدروا يسجلوا البيانات دي فطول الطفل اول ما يتولد 50 سنتر بيتول 25 سنتر في السنة الاولى تمام وبعدين نصهم في السنة التانية تمام وبعدين يبتدي يبقى 10 سنتي 9 سنتي 8 سنتي 7 سنتي لغاية سن 6 سنين تمام من اول سن 6 سنين 6 سنتي في السنة لغاية ما يحصل موضوع البلوغ تمام عند البلوغ يبتدي يحصل طفرة في الطول جامده ها وبعدين يفضل سنة بعد ما يحصل الطفرة دي في مجال ان هو يتول لكن طول بسيط جدا حوالي 2-3 سنتي تمام فيبقى كل ما نبتدي ان احنا نقدر نعرف ان ابننا قصير ولا لا نقدر ان احنا ايه نقول القصة دي تمام تمام وبيبقى ايه الاسباب ترجمة نانسي قنقر